السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا اليوم احنا نتناول يعني موضوع جد مهم بالنسبة للأسر بالنسبة لأولياء في تربية الأطفال حتكون هذه اللقاءات والمحاذرات على عدة أجزاء وهذا يعني لتعاقد الموضوع وما يمكن نعطي كل إشي بس احنا احنا نعطي المهم واللي يعاون العناصر اللي تساعد الأولياء على القيام بتربية أولادهم بطريقة فعالة وناجية اذا أنا اليوم احنا نتكلم وكل حلقات كل أجزاء هي متواصلة ومتسلسلة فيما بينها احنا نتكلم وحنا نحاول نتحدث اليوم على العلاقة الوطيدة بين الطفل والوالدين خاصة خاصة في البداية احنا نتكلم على دور الأم اللي هو دور أساسي بالنسبة للأم تكون العلاقة مع طفلها منذ مرحلة المرحلة الجنينية لما تكون هي حامل به تبدأ هذه العلاقة تبتدي هذه العلاقة بين الأم وجنينها كيف ستكون هذه العلاقة لأن الجنين هو داخل بطنها كيف ستكون هذه العلاقة هذه العلاقة ستأثر في التوظيف النفسي للأم كيف ذلك كيف يعني حتقوم بتخيل كل مرأة حامل تقوم على تخيل الطفل الذي ستلده يعني ترسم في جهاز ترسم في مفكرتها في أفكارها صورة للطفل اللي رايحة تولده فيه أمهات بتقول لك بدي يكون أشقر بدي يكون هكذا بدي يكون يشبه أبوه أو يشبه عمه أو المهم فيه صورة صورة خيالية تصورها الأم حول هذا الطفل قبل ولادته هذه يعني أول علاقة بعدين بعد الولادة احنا يعني نفهم الأولياء على أنهم أول شيء بعد الولادة حيكون اسم تنقية اسم لهذا الطفل يعني نعطله اسم يعني نوصل الأولياء على أنه هذه مرحلة جد مهمة يجب التدقيق فيها واختيار الاسم المناسب للطفل يعني اسم عنده معنى عنده معنى يعني عنده معنى مفيد عنده معنى لأنه فيه اسماء فيها معنى سيء وهذا الطفل لما بيقبر إذا كان الاسم سيء حيكون يأثر على شخصيته ويأثر في علاقته مع الآخرين ويأثر حتى في علاقته مع الآخرين وحتى في الدين تعنار رسول السلام يقولك لا تنبذوا بالألقاب لأنه لكل مرؤين من اسمه نصيب الاسم يعني نوصل الأولياء على أنه شيء جيد 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 مهم تنقية الاسم المناسب الاسم اللي عنده معنى لأنه فيه اسماء فيه اسماء تصاحب الطفل وهو سيء المعنى وبعدين حيكون عنده يعني عواقب سيئة في المدرسة المدرسة يعني الأطفال الآخرين يستهزئون به بهذاك الاسم وحتى في المجتمع إلى غير ذلك إذن أول مرحلة هي التسمية حتى ولو كان بعض الأولياء يعني شيء جيد إذا كانوا يفكروا في الأم يعني الزوج والزوجة يفكروا في إعطاء وإطلاق الاسم في المرحلة الحمل هذا ممكن يفكروا في الاسم بعدين عند الولادة يكون هذا الاسم إذن إحنا في الاستشارات النفسية دائما نطلب نتوضحوا مين هذا الاسم وإيش معناه ومين اللي يسمى هذا الاسم لأنه لازم يحمل دلالات ذات منفعة هذه كمرحلة أولى الآن نحاولوا ندخلوا في العلاقة الآن خلاص عندنا طفل مولود راضيع كيف تكون هذه العلاقة علمياً علمياً الطفل لا يدرك أمه موحدة لا يدركها بصفة موحدة كيف؟ أشرح يعني الطفل يدرك أمه عبر أجزاء مثلاً في البداية الرائحة الصوت طريقة يعني تخسله طريقة التي تقبض بها يعني تاخذه في عدة أجزاء يأخذها الطفل يستوعبها ثم بنموه في الأشهر الأولى سيكون صورة كاملة على الأم وكل البحوت أثبتت ذلك يعني الطفل لما يزيد لا يدرك أمه في صورة موحدة إذن نعطيكم تجربتين عملوهم مختصين نفسانيين تجربة الأولى تجربة الأولى أخذوا أطفال حديثي الولادة حديثي الولادة وضعوا لهم كلهم خوذة يعني ماسك احنا بالفرنسيين نقولوا ماسك خوذة باللغة العربية خوذة وضعوا من كل جهة يعني في اليمين وفي اليسار وضعوا ضمادة الضمادة هذه وضعت على ثدي الأم بعد الولادة مباشرة يعني الأم الأم البيولوجية اللي ولدت الطفل يوضعوا لها ضمادة يسقط فيها شوي تحريب على ثدي انتهى بعدين يوضعوا لهذاك الطفل الرضيع يوضعوا له الضمادة بتاع أمه ومن الجهة الأخرى ضمادة لامرأة أخرى ولدت حديثة ماذا وجدوا؟ إيش وجدوا؟ يعني لدينا العديد من الرضة كل رضيع عنده خوذة جهة للأم وجهة لامرأة أخرى ليست أمه وجدوا سبحان الله أن الطفل اللي ما كانت عنده ولا علاقة يعني ما عندهوش علاقة رائحة أمه إلى غير ذلك حديث الولادة وجدوا أنه يدور رأسه من جهة كل الأطفال بدون أي يعني طفل آخر يوضعوا له هذا الجهة رائحة أمه طفل آخر الجهة اليسرى طفل آخر الجهة اليوم إذن وجدوا أنه كل الرضع كل الرضع يدورون الرأس من جهة الأم البيولوجية لماذا؟ لأنه يستريح رائحة الأم هذه تجربة أولى تجربة أخرى بعد أشهر بعد أشهر من نموء الراضي غمضوا أخذوا أمهات غمضوا لهم أعينهم ووضعوا الرضع وضعوهم لا العفو الرضع نزعوا لهم ملابسهم نزعوا الملابس للأطفال ويعني حجبوا أعين الأمهات ونفس الملابس هي نفس الأطفال وكانوا كلهم لابسين نفس الملابس يعني وضعوهم خلطوا الملابس كل الأم تحاول عن طريق حاسة الشم تاخد البدلة ووجدوا ولا خطأ ولا خطأ كل أم تتعرف على رائحة ابنها إذن العلاقة الأولى هتكون عن طريق الرائحة الصوت الوجه أجزاء ثم يكونها الطفل وهنا أوصي أوصي الأولياء لأنهم فيه أخطاء يقوموا بها الولدين بدون دراية خاصة الأمهات اللي عندهم خادمات من فضلكم من فضلكم الطفل يكون يركب في حالة فوسيفساء ما معنى فوسيفساء معنتها قطع 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 أجزاء ثم يكون وحدة عن صورة الأم من فضلكم في هذه العلاقة العلاقة الثنائية بين الطفل والأم لا ندخل الخادمة الشغالة في هذه العلاقة لأن الطفل هو بيبني يبني البناء النفسي له يبدأ بناء جهاز نفسي إذا دخلت أشخاص آخرين عندهم رائحة أخرى عندهم أصوات أخرين حيكون عنده حتوخره حترجعه إلى إلى ما وراء والباحث مثلا غوني سبيتس غوني سبيتس اللي هو مولود في فيينا وعمل أعمال رائعة ومعروف كثير في أمريكا كتب كتب في أمريكا إيش يقول يقول أنه الطفل الطفل لما يبدأ يكون الصورة في الأشهر الأولى عاش مع أمه حوالي مثلا ست أشهر في الأشهر الأولى تكونت عنده صورة الأم وبعدين الأم تغيب تغيب فيه أسباب الموت أو أو طلاق أو مراض أو دخلة مستشفى أو 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 يقول غوني سبيتس أن هذا الطفل سيدخل في حالة اكتئاب تبانى عليها عبر مراحل في البداية بكاء ثم عدم أكل عدم شرب الحليب ثم حزن ثم 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 يمكن أن يتدارك الطفل كل نموه النفسي الحركي اللي يتباطئ إذا عادت أمه قبل ثلاث أشهر يعني الانفصال يدوم ماكسيموم أكثر شيء ثلاث أشهر إذا كان أقل من ثلاث أشهر تعود الأم ممكن يستعيد النمو النفسي الحركي بتاعه بس لو فات الثلاث أشهر يعني 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 التأخر وقع ولا يمكن تداركه إذا نوصل أمهات لازم تكوني نمبر وان لازم تكوني في حياة ابنك نمبر وان حتى ولو فيه مجتمعات عندهم خادمات خدامات يعني شغالات حاولي هذا البناء ما ترجعيش ابنك للورا الآن نكمله شوية الطفل لما يولد لأني لازم نشرح لكم أشياء نظرية ونعطيكم أمثلة من الواقع علشان أوصل يعني على أحسن حال المعلومة الطفل لما يولد يولد بمبدأ اللذة إيش معناته مبدأ اللذة يعني بيحب كل ما هو يعطي له إحساس بلذة بالفرنسية يعني 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 يشرب حليب بيرقد إذا الحفاظة تبليل بتتغير كل ما بدأ اللذة هذا هو الطفل الراضيع وهذا اللذة ممكن هذا اللذة حتكون هون يعني 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 هو تطرف هو تطرف إذا أخذنا منحنة غوس منحنة غوس هذا يعني هذا المنحنة هذا الحصة حن نشتغلوا عليه حتفهموش كثير أشياء المنحنة هذا إذا شفناه حنشوفوا أنه هنا تطرف وهنا تطرف والوسط هو الاعتدال هو التوازن الوسط هو التوازن أنا بدي أفهمكم أشياء الطفل لما يولد يولد يكون عنده هذا شيء طبيعي هذا شيء طبيعي على أنه يكون يوظف شخصية يعني ما نقول شخصيته لأنا ما زل ما تكملت ولكن البناء التوظيفات التوظيفات ستكون كلها تتركز ولا ترتكز على مبدأ اللذة من التطرف الآخر إيش نجد نجد مبدأ الواقع إيش معناته مبدأ الواقع يعني الطفل هذا اللي يزاد ويحب كل شيء واجد كل شيء حاضر حليب لألعاب حتى لما يبتدي يكبر يبتدي يمشي في 12 شهر إلى 15 شهر يعني يبدأ يمشي يحب يلعب يحب كله كله مبدأ الأم خاصة خصوصا اللي هي قربة للطفل والأب أن يدخلان مبدأ الواقع كيف ذلك ندخل مبدأ الواقع مبدأ الواقع مثلا عندي ابني عمره ثلث سنوات يقوم باللعب ألعب معاه اليوم الأول ألعب معاه ممكن ما فيه إشكال نخليه لاحظ أني بعد انتهاء اللعب أخذ أنا الألعب وأضعهم داخل صندوق هو بيلاحظ الطفل بيلاحظ أني أخذ كل الألعاب وجمعتهم داخل الصندوق ألعب معاه بكرة أعيد نفس الشيء علشان تترسخ ليه الفكرة ثالث يوم حقول له نتعاون نتساعد ساعدني نجمع كل الألعاب ونوضعهم في العلبة إيش هنا بديت أدخل مبدأ الواقع على أنه ما فيه إلا لذة لازم نظفوا المكان لازم نرجع المكان مرتب بعدين بعد عشر أيام مثلا أنا عاونت يعني كل ما يلعب عاونوا أننا نعضوها في الصندوق يكبر شوي بعد خمستاش يوم أشهر أقول له أنا عندي شغلة رايحة على المطبخ أنت تجمعهم لوحدك علشان إيه نفهموه من أجل ترتيب المنزل إذن هنا يبدأ دخول بالتدريج مبدأ الواقع يعني الواقع ندخله في نفسية الطفل بالتدريج بالتدريج عبر عبر سلوكيات روتينية عادية في المنزل هذه هي التربية مثلا قبل أن تأكل نغسل الأيدي أستحبه إلى الحمام أغسل يدي ويراني لأن الطفل يرى يسجل عنده تسجيل عنده ذاكرة قوية بعدين في الليل تغسل أسنانك ممكن نساعده في البداية وبعدين يبدأ أنه يغسل أسنانه لوحده إذن كيف نعمل نخليه مبدأ اللذة هذا لا يعني أننا نلغي تماما مبدأ اللذة مبدأ اللذة حتى عند الكبير هو موجود ولكن يجب أن ندخل مبدأ الواقع بالتدريج إلى غير ذلك مبدأ الواقع كيف ندخل السؤال تقول لي كيف ندخل مبدأ الواقع قلت لك عبر السلوكيات واقعية يجب على الطفل أن يتعلمها هذا مبدأ الواقع هل أبعث ابني عنده ثلاث سنوات أقول روح اشتري لي خبز لا مبدأ الواقع ندخل حسب سن الطفل طفل عشر سنوات وممكن نقول روح اشتري لي خبز يعني مبدأ الواقع ندخل حسب سن الطفل وهكذا الآن حنقول لكم شيء عدنا مبدأ لذة مبدأ واقع ايش حكون حكون عندنا كيكبر هذا الطفل حكون فيه خير الأمور أوساطها ما معنى خير الأمور أوساطها حكون متزن الوساط ما معنى الوساط هذا هو اللي لازم نتكلم عليه اليوم ما معنى الوساط معناته الوساط أنه الإنسان لما يكبر لازم ياخذ من الاثنين كيف ياخذ من الاثنين ياخذ من هون وياخذ من هون ايش معنى هذا الكلام معناته أنه الإنسان لما يكبر مثلا أنهض الصبح أروح على العمل أشتغل هذا مبدأ واقع بس الويكند عطلة الأسبوع لازم أغذي مبدأ اللذة بتاعي إيش مبدأ اللذة بتاعي مبدأ اللذة يختلف من فرد إلى فرد إذا أخذينا الكبار مثلا واحد مبدأ اللذة تاعه الويكند أنه يروح على المسجد يصلي وفي البيت يقرأ قرآن هو مبدأ لذة بالنسبة إلي وشخص آخر يقولك مبدأ اللذة بالنسبة إلي أروح أشوف فيلم في السينما إذا ما مفهوم مبدأ اللذة المحتوى يختلف من شخص لآخر المشكل فين هو علش تكلمت على كل هذه الأشياء لأنه بعض الأمهات وهذا اللي نسطروا أنه لما تقوم بعدم تعمل كل سلوكاتها على أنه الطفل لا يتعلم مبدأ الواقع كل شي يحضر كل شي حبي يلعب يلعب يوسخوا بعدين الأم تنزعوا أو الخادمة كل شي يحضر له إيش حيتربى هذا الطفل حيكبر في جسده حيكبر في كفاءاته ولكن في شخصيته بيشتغل إلا بمبدأ اللذة لما بيطلب إشي يجيله لازم وهذا حيكبر حيكون مثلا 30 سنة وفي نفسيته بيشتغل بمبدأ اللذة وهي كارثة كارثة عظمى ما في مسؤولية ما في مبدأ الواقع مبدأ الواقع يعني شبه منعدم عنده وهنا حتكون كارثة ونشوفوها في المجتمعات على أنه واحد يجي الاستشارة يعني تسألوا تقولوا كيف تقضي وقتك يقولك أنا بنام على الساعة 2 الصبح بعدين أنام حتى للساعتين بعد الظهر بعدين أنهض آكل أروح مع أصحابي نشوفوا فيلم بنسهر نايت كلوب إلى آخره وهذه هي حياته بيمشي إلا بمبدأ اللذة وإذا كان في هذا حيكون في إكستريميتي يعني عبارة عن جهة جهة متطرفة وما يكونش فيه إتزان إذن الإتزان نفسي إيش هو هو الوسط يعني يكونوا عندك نفس يكونوا عندك الاثنين معا كيف الاثنين معا يعني حسب الوضعية إذا كنت أنا في وضعية لازم نكون نستغل مبدأ اللذة ما في حرج أستخدم مبدأ اللذة إذا كنت في وضعية أني لازم أستخدم مبدأ الواقع حنكون في مبدأ حستخدم مبدأ الواقع رايح نقول لكم هنا على أشخاص المتزينين كثيرا فيه أشخاص فيه أشخاص إذن قلنا باش نلحقوا الاتزان فيه أشخاص اللي ينجحوا في حياتهم وهما قليلين 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 ونصبوهم أنهم أشخاص نجحوا في قيادة دولة نجحوا في مثلا الشيخ زايد الله يرحمه لو نشوفوا هذا الشخصيح نوجدوا هذا الناس القلال وليتوفقوا في الإدارة إلى غير ذلك إيش نوجدوا عندهم نوجدوا عندهم قطعة نقدية عندها وجهين لنفس الوجه قطعة نقدية عندها وجهين يعني هذا الشخص مبدأ الواقع بتاعه هو مبدأ لذة كيف يحب شغله هو بيشتغل ويجد لذة يعني قطعة عندها الوجهين في نفس الوقت يعني مبدأ الواقع هو في نفس الوقت مبدأ لذة وهذا شي قليل غير موجود كثير يعني أشخاص نحسبهم على الأصابع وإيش تقول لي كيف حتى الشخص يصبح هيك تربية نعود إلى العلاقة مع الأم العلاقة مع الأم هي التي هي التي توصل الشخص فيما بعد إلى هذا التوازن الوسطي أنه يكون شخص متزن في المجتمع إذن هذا بالنسبة للشخصية أنا نحب هذا يعني هذا المنحنة عنده دلالة كبيرة في كل إشي في كل إشي نعطيكم مثال نروح للمنحنة في أشخاص يجوا لاستشارة يقولك أنا ما عندي كلمة لا عندي كل شي نعم كل شي نعم أصدقائي بيطلبوا لي شي نعم أي شي نعم ما أقدر أقول كلمة لا هذا تطرف فيه أشخاص آخرين كل إشي لا أناني باللغة العامية هو في علم النفس نسموه شخص نرجسي بس باللغة العامية هكذا أناني كل إشي ليه كل إشي لا إذن الإتزان إيه هو هذا تطرفات إيه هو الإتزان الإتزان أنه الشخص يكون عنده الإثنين ما معناته عنده سجل نعم وعنده السجل بتعلى السجل بتعلى يعني إيش يعني يعني الشخص المتزن يستخدم السجلين حسب الوضعية إذا كان فيه وضعية أين لازم يقول نعم يقول نعم إذا كان فيه وضعية وين يقول لا يستخدم كلمة لا هذا هو الشخص المتزن عنده الإتنين معا حسب الوضعية التي يكون فيها إن كان قلت لكم في وضعية تستلزم أني أقول لا مثلا عندي اختبارات فترة جد صعبة يجي صديقي يقول لي هنروح نلعب كرة تجي تلعب معنا كرة هذا المراهق لازم في هذا الوضعية إيش يقول يقول لا أنا عندي ممكن يبرر عندي مراجعة أو مشغول وبعدين ممكن يبعد هذا علشان نحاذر على العلاقات يعني هذه العلاقات ما تكونش فيها إحباطات نحاول يحاول يفهم الآخر على أنه بعد هذا المدة اللي هي كريتيك يعني حريجة فيها مراجعات فيها امتحانات بعدين حنروح إذن وممكن يعني يقول لا في وضعية وفي وضعيات أخرى يقول نعم إذن الشخص المتزن اللي عنده الاثنين من يأتو من يأتو هذا الاثنين يأتو من العلاقة مع الأم بدي أتكلم على هذا العلاقة مع الأم لأنها جد مهمة نشرح لكم شيء مهم وجدناه ولاحظناه في المجتمعات نتعنا اللي هي العربية شفنا أنه الأم مثلا لما يبكي ابنها الرضيع لما بيبكي يعني جائع بوطل علشان تعطيله الرضاعة يعني فيها الحليب نشوفه عنده معظم الأمهات بدون دراية أنه لما يبدأ يبكي الأم تسرع إلى المطبخ تسرع حتى تكسر أواني نسمع يعني ضجيج تأخذ البوطل بسنعة 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 علشان تيوديها لابنها وترضعه هذا خطأ علميا هذا خطأ وحنشرح لكم لماذا نعطي لكم الشرح لماذا إذن لما بيبكي الطفل الأم تتركه يبكي ما يعني أقول هذا عدة ساعات لا حالة أقل من مهلا تروح على المطبخ تحضر وجد علميا علميا أن البكاء يوسع الصدر هذا علميا من ناحية الفيزيولوجيا من ناحية يعني الوظائف وظائف وظيفة الرئتين لكن أنا هتكلم لكم عن الوظيفة النفسية هذا اللي همنا لأني مختصة نفسانية الوظيفة النفسية إيش حيوقع لو الأم أخذت الرضاعة بسرعة وأعطتها لابنها إنها يعني ترسخ فيه مبدأ مبدأ لذة لماذا لأنه إيش يطلب هو حاضر هذه الأولى هذه الأولى ما في أصبر حلميه الصبر يصبر شوي مش نطلب شي يحضر هذه الأولى شيء الثاني واللي هو جد مهم ولازم نفهمه الأولياء خاصة الأمهات اللي راه تقوم بهذا العملية بهذا أقول أنه لو قدمت رضاعة الحليب مباشرة للطفل سوف تكبحين وتكسرين جهازه النفسي لماذا 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 فيه إنكسار في جه لأنه الجهاز النفسي ونشوفوها في الحلقات الجاية علشان يكون موظف بطريقة فعالة يجب أن يكون فيه الخيال يعني الشخص يتخيل يعني هذه بعدين في الحصص القادمة سنشوفو أهمية الخيال لو أن الأم أخذت والخيال في علم النفس جد مهم قلت لكم في الحلقات المقبلة لو أن الأم أخذت البطن قرورة الحليب وأعطتها مباشرة لطفلها فإنه لا يتخيل لا تترك له مجال لأن يتخيل ما ينقصه ولكن إن تركت وقت ثم أعطته في ذلك البكاء سوف يقوم بتخيل الشيء الذي ينقصه وهنا يبدأ الخيال إذن إذن هذا وهذا عميها على كل تصرفاتك مع ابنك ويني قط يقول أن الأم الكف الكفية بالإنجليزية جود نوت موضر هنتكلم لكم على ويني قط ويني قط يقول كل أم ذات الكفاءة هي التي تدخل في تربيتها الإحباط لإبنها إيش معناته الإحباط مش كل شي نعم في أشياء أقول لا في أشياء أقول لا إذن هنتكلم على ويني قط ويني قط هو بريطاني بريطاني إنجليزي معروف يعني يعني ما ما يمكن تروح على مؤتمر خاص بالطفولة وما هيتكلم على ويني قط ويني قط أعماله رائدة في بريطانيا وكتب باللغة الإنجليزية وترجم كتب اللغة الفرنسية عربية إلى غير ذلك كتب كتب في الخمسينات اسمه هو طبيب أطفال هو طبيب أطفال بس لما كان تيجي الأم وراضيها وطفلها كان يشوف العلاقة فلهذا فيما بعد التهتم بالمجال النفسي وأصبح محل النفسي إلى غير ذلك المهم إيش يقول إيش الكتاب اللي كتبه كتب 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 اسمه جود نوت موضر يعني الأم الكف الأم الكف ما هي الأم الكف لأنه في علمنا المعاصر خاصة مع الشاشات نديرو حصة كذلك مع الشاشات مع علمنا المعاصر تكنولوجيا أصدقاء رفاهية إلى غير ذلك حيتكلمنا عن الأم الكف يعني العناصر اللي يعطيهم الناوينيكوت بقيين من 1953 إلى حد الآن صالحة وما نقول أنها تصلح كل زمان والمكان ولكن أي علم يبقى في تطور ويفند ثم ينزدوله ثم نثريوه ولكن وينيكوت ليش نجح في العناصر التي أعطاهم لأنه أتى بهذا العناصر من الواقع إذن ما معنى الأم الكف بالنسبة لوينيكوت ما معنى الأم الكف بالنسبة لوينيكوت تفهموا قبل هذا على الكلمة ما معنى الكفاءة ما معنى قبل ما نتكلموا على الأم الكف لماذا وينيكوت تختار كلمة كفاءة الكفاءة أنا ما نعرفها لكم لغويا ولكن نفهمكم نبسطها لكم بش يصبح الكلام يصبح الكلام مفهوم بيناتنا يعني لما نتكلم على الكفاءة تفهموش ما ما أريد القصد به بالكفاءة الكفاءة هي ميزة هي ميزة ليست عندها كل البشر تقدري تقولي نقدر نقول كل أم بتولد أي مرأة تقدر تولد تزوج تولد ولكن ليست كل أم هي أم لأن الكفاءة تكون عند بعض الأمات ما معنى نشرحوك المد كفاءة نعطيكم مثال نعطيكم مثال أنه طبيب جراح بيدخل على العملية بيعمل عمليات نزع زائدة دودية عمليات بسيطة ما يمكن تقول عليها أنه طبيب ذو كفاءة في أي موقف نقول على أنه طبيب ذو كفاءة عندما هذا الطبيب عندما هذا الطبيب يقوم بعملية جراحية نسبة نسبة نجاح العملية حتكون مثلا 2-3% يعني لما نقول نسبة العملية 2-3% نحطه في بالنا أنها حتكون فاشلة لأنه يبقى ونحوالي 97% فاشل مثلا عملية جراحية على القلب خطيرة يخرج الطبيب ويقول لك نجحة العملية هذه هي الكفاءة الكفاءة أنه في الوضعيات الحارجة الصعبة الشخص ينجح هذه هي الكفاءة 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 تمس كل مجالات وقس على ذلك يعني في مجال الطب في مجال التعليم في مجال أي مجال فيه كفاءات بس الكفاءة نطلقها على شخص اللي الوضعية الصعبة والوضعية الحارجة ينجح فيها إذن وينيكا تختار كلمة الأم الكف في تربية الطفل لأنه التربية مهمة صعبة لا لا تقدر عليها أي أم لأن التربية هي مهمة صعبة حيتكلم منا وينيكا على تلت أساسيات تلت أساسيات على ميزات الأم الكفاءة اللي عندها كفاءة قبل ما تكلموا على التلت أساسيات إيش يقول وينيكا هل الأم الكف هي المثقفة لا هل هي الطبيبة لا هل هي اللي عندها ديبلومات لا هل هي الأمية لا الأم الكف هي الأم التي تربي ابنها بطريقة أنها تضعه فيما بعد في التوازن لا لا نبحث عن ديبلومات أو من غير هيك إحنا الأم هذه يعني في علاقتها مع ابنها حتكون مثل شعرة معاوية اللي سألوه على علاقته مع الشاب قال لهم عندي شعرة بين الشاب أنتم ما شفتوا الشعرة رقيقة يعني سهل بالإقطاع لو رخفوا شديت ولو شدوا رخفت تبقى هذه الشعرة إذن هي مهمة صعبة وسيجموند فرويد يقول إننا كلنا سيئين في مجال التربية يعني ممكن تدرس بطريقة جيدة ممكن تعمل عمل ولكن تربية شيء صعب فليهذا في هذه الحلقات نحن حاول نعطيكم الإطار أطر تبعوهم في تربية الطفل نرجع للثلاث عناصر اللي تكلم عليهم وينيقات العنصر الأول كل الكتب التي ترجمت إلى الفرنس كتب بالإنجليزية قلت لكم وينيقات هو في بريطانيا توفى يعني كل كتب التي ترجمت الثلاث كلمات والثلاث عناصر اللي أعطاهم وينيقات تبقوا بالإنجليزية لو فتحت كتاب بالعربية حتطلق الكلمات بالإنجليزية لو فتحت كتاب بالفرنسية حتصيب الكلمات هذه الكلمات يتحفظوا في كل البلدان كلمة الأولى هاندلينج 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 يعني يقول لك أي علاقة بين الأم وطفلها في الأشياء التي تقوم بها بيدها يعني تمشط له أو تخسله أو تربث عليه أو 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 أي عمل تقوم به الأم نحي طفلها عن طريق حاسة اللمس وهي اليد ثانية هولدينج هولدينج هي طريقة أخذ الطفل الآن الآن العلاقة عين عين تفاعل عين عين بين الطفل والأم جد مهم في بناء شخصيته الآن مثلا يعني هذه النقطة الثانية تأسفت كثير على أن هذه التكنولوجيا الأولياء في بعض الأحيان يخذوها هي يعني تجارة تكسر العلاقات مثلا في فرنسا يعني إحنا عدنا اتصال يعني نروح وعلى إيش إيش نتجو وهي هو شيء تكنولوجي مدمر مدمر للعلاقة بين الأم وطفلها إيش نتجو لوحة بلاستيكية بلاستيكية فيها دائرة فارغة إيش تعمل الأم إيش تعمل الأم لوحة هذه اللي فيها دائرة تضع في الدائرة البوطل تضع في الدائرة يعني تضع فيها الرضاعة تمسك ابنها توضع له الرضاعة وتلسق فوق هذه اللوحة سمارتفون يعني الهاتف النقال يعني ابنها بيرضع وهي بتشوف على الهاتف النقال كارثة كارثة هذا حتى من الطفولة هناك قلق فقدان العلاقة يعني الطفل يعيش تخلي يعيش قلق التخلي لأنه أمه في هذا هي تشوف أنه تربح وقت أعطيله أضرب عصفورين بحجر واحد نعطيله أرضاعة ونلسق الآيفون أو تليفون وكارثة كارثة يعني فيه أشياء في التكنولوجيا تضر كثير كثير تضر هذا العلاقة نرجع الآن كيفية أخذ الطفل فيه أمهات بتقول لك أنه طفلي بيبكي طول يوم ونرى في ذاته تطرف تطرف أنت بتنمي له مبدأ لذة وإذا نمي له مبدأ لذة حيكون أناني لما يكبر كل إشي إلو ربيته بهذا الطريقة الشيء الثالث اللي يتكلم عليه ويني كوت كيف تقدم الأم نفسها للطفل وكيف تقدم الأشياء إليه يعني يعني كيف تقدم الأم نفسها للطفل هل هي دخيلة كثير يعني بتدخل في أبسط أموره وبالتالي سوف تخنقه ولا تنمو شخصيته إحنا مرات بنلتقي مثلا في الاستشارة تجي الأم وجي ابنها بنقوله لابن كم عمرك ولا إيش اسمك في عمره سنوات سبع سنوات هي بترد في مكانه هيش هذا اتركه يتكلم هذه الأم هتكون دخيلة تدخل في كل أموره ما تخليه ينمي شخصيته ما تخليه ينمي شخصيته وبالتالي إكستريميتي دخيلة يعني رايح تدخل كثير إكستريميتي هذا تطرف وفيه أمهات فيه أمهات ولا علاقة مع الطفل تنبذه منذ أن مش بهذا المعنى يعني تنبذو درق نعطيكم مثال مثلا في مزارع في روسيا في مزارع في روسيا الرضيع لما بيولد الأم تروح تحطوا عند مربيات مربيات يخذوا يخذوا الأطفال الرضع يعني بعدد هائل والأمهات يروحوا على الحقول بيشتغلون هذي الأطفال عندهم حرمان عاطفي ما عندهم حتى علاقة مع الأم والمربيات هذوك يشتغلون على أساس حاجة يعني يرضعون غيرون ونطركوه عندهم مئات الأطفال وهذي الأمهات يروحوا يشتغلون في الحقول لأنهم محتاجين فلوس إلى غير ذلك هذي وهذي على أنها دخيلة تدخل كثير وهذي فين نوجدوها في الواقع نوجدوها عند الأمهات اللواتي تعانين مثلا يعانون من العقم العقم مثلا مدة سنوات سبع سنوات لثالث بعدين لما تولد بعدين لما تولد هتكون تخنق ابنها بتدخلاتها يعني يعني تخاف عليه ما تخليش ينمي شخصيته كل شي هي وقف عليه وهذا هتخنق له يعني ما تخليش ينمى يتنمى نفسيا إذن الأم لازم تكون بعيدة وقريبة في نفس الوقت لطفلها حسب الوضعية حسب الوضعية لازم في البداية لما يكون صغير هتكون قريبة أكثر لأنه راضيع بس قد ما يكبر تنسحب بالتدريج إذن تكلمنا على ويني قد ما بعرف يعني في أختم في أختم نعم أنا تكلمت اليوم على هذا المنحنة بس بدي أزيد فكرة صغيرة على هذا المنحنة وبنختم إيش هو التوازن إيش معناه التوازن نعطيكم مثال لأنه التوازن المطلق غير موجود في الدنيا غير موجود مش ممكن تقولي واحد شخصيته متزنة على طول الخط غير ممكن إيش هو التوازن وإيش هو اختلال التوازن لازم نشرح هذه لأنه في المرحضرات الجاية إن شاء الله الحلقات المقبلة هنحتاجوا هذه الكلمتين أنا اليوم بنظف البيت نعطيكم مثال أنا اليوم بنظف البيت إني وحدي شفت خيال يعني شبح بيجوز طيف بيجوز على في في رواق المنزل وبعدين أنا بنظف البيت سمعت صوت لما أذهب للطبيب إيش يقول لي أقول له أنت بتعرف أنا اليوم نظفت البيت وسمعت أصوات وشفت خيال يعني بيمر في رواق البيت إيش يقول لي أول سؤال من عن الطبيب إيش يقول لي يقول لي هل هذا هذا يعني هو هلوسة بالنسبة للأطباء يقول لي هل دوما أنت في هذا الحال نقول له لا لست دوما هذا المرة مرة في السنة أو لما أكون بوحدي يقول لي خلاص ما في إشي نعطيكم مثال آخر شخص مريض نفهمكم شخص مريض يروح عن الطبيب علشان ارتفع له الضغط الشرياني للدم الطبيب ما يمكن يعطي له الدواء حتى يعطيه جدول يقول له كل يوم خوض خوض قس يعني قس الضغط الدموي للدم لما أشوف أنه ديما مرتفع هعطيك الدواء لو مرة ما بعطيك الدواء لو مرة يعني هو في حالة التوازن ما هو في حالة مراضية إذن ما الذي يبين أنه هذا متزن وهذا فيه اختلال هي الشدة والتكرار إذا كان هذا يعني الضغط الدموي دائما في ارتفاع الشدة والتكرار وتكرر الحالة نقول هو في حالة غير متزنة أما إذا كان مرة فقط فإنه في حالة التوازن ما يعنيش كلمة توازن أنه ليس فيها في بعض من المرات اختلال توازن إيش اللي يغلب أنت توزن إيش اللي يغلب علشان أقول شخص متزن يعني معظم الأحيان هو في اتزان بس فيه فيه يعني أوقات وينيكون فيه اختلال توازن علشان أقول أنه شخص عنده اختلال وشخصيته هشة هو عنده مراحل أنه يكون متزن بس قليلة يعني الشدة ستكون في اختلال التوازن نعطي مثال آخر بسيط وأختم مثلا زوجين هل ممكن أن نقول عن الزوجين يعني عمرهم مكان فيه خصام أو شجار صغير مستحيل فيه في أي حياة زوجية فيه في بعض الأحيان خصام أو شجار صغير إذن هذا الزوجين ماذا أقول عنهم أقول أنهم زوجين متزنين حياة متزنة لأنه معظم الأحيان هما فيه هدوه في بعض الأحيان فيه هذه المناوشات ناخذ قبل آخر ناخذ زوجين آخرين معظم الأحيان فيه شجارات وفيه مرة في تلت أشهر أو أربع أشهر فيه اتزام إيش نقول نقول أنه قبل يعني زوجين غير سويين ولا في حالة انعدام الاتزام ونختم مع هذا الحصة ونبدأ إن شاء الله الحصة الحلقة القادمة نكمل إن شاء الله شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر